اشتركوا في القناة بعد فوزه طبعا بالبطولة العربية الكورت السلة وبنقوله مليون مبروك احداث النهاردة كتيرة صواريخ شانطورية زي ما انت عايز تقول قول وطبعا ماينفعش يكون دفنا غير نجم كبير ويكون لاعب في نادي الزمالك طبعا لان الحلقة اغلبها حيكون النهاردة صواريخ موجهة نحية نادي الزمالك دفنا النهاردة الجميل الكابتن محمد جمال لاعب الزمالك والمقولون ومنتخب مصر السابق حيكون معنا في الفقرة التانية ان شاء الله طبعا البداية بتكون بسؤال الحلقة ما رأيك في تعاقد نادي الزمالك مع مستر باتريس كارتيرون الفرنسي ارأكم وتعليقاتكم على صفحتنا الكورة مع الشانطوري على البيج على الفيسبوك وطبعا في الفقرة التانية حنقرأ بعض من اراء السادة المتابعين معنا المج بقى جاهز كبات الشاي كبات العصير واتفرج واسمع ياللي عايز تسمع قبل ما ابدأ عايز اقول لحضراتكم في الحلقة السابقة احنا كنا وجهنا مناجدة لاتحاد الكورة والمسؤولين عن الرياضة بمناسبة عدم بدء دوري الدرجة الرابعة والحمد لله بعد الحلقة تقريبا ب24 ساعة اتحاد الكورة المصري قرر رسميا بدء دوري الدرجة الرابعة ان شاء الله الجمعة القادم ستة اتناشر وتابعا عملوا كمان القرعة وكل الفرق الحمد لله عرفت خلاص رسميا المجموعات وتقسمت بالزبط والجواب هيزهر بعد قليل مع حضراتكم بالمناسبة دي كمان احب ان انا اناشد او ابارك لاخوي وصديقي الكابتن احمد صالح اللي كان دفنا الحلقة اللي فاتت وهو ويسقطع الناشئين بندي المجد السكندري على صعود فريق 99 للشباب لدوري القطاعات طبعا هم نادي وليد بقاله خمس شهور ومن اول سنة ينجح ان هو يسعد لدوري القطاعات مليون مبروك للكابتن احمد صالح وللأستاذ اسلام الصياد رئيس نادي المجد المحترم ببارك لهم وبهنيهم وان شاء الله نشوفهم في الدرجة التالتة ثم التانية ثم الاولى عن قريب باذن الله الاهل اللي بقى يفوز على بني سويف تلاتة واحد في مباراة صعبها النادي الاهل على نفسه في الشوت الاول ولكن نجح وليد ازارو ان هو يكمل مشواره مع النادي الاهل النهاردة ويحرز هدفين وكمان احمد الشيخ احرز هدف واضع مروان محسن ركل الجزاء الشوت الاول سيء للنادي الاهلي بني سويف كان افضل كان احسن انتشار وهناك علامات استفهام على ركل الجزاء نتيجة لمسة يد لايمن اشرف اللي حظه سيء مع النادي الاهلي في الفترة الاخيرة طبعا التحكيم لي ناسه واحنا مش هنتكلم اكتر من كده عن التحكيم عموما الاهلي بفوزه النهاردة يداوي جراحه الافريقية بعد الهزيمة الغير مستحقة امام النجم الساحلي في رادس بهدف نظيف ان شاء الله الاهلي بروفه بقى النهاردة لمباراة الهلال السوداني الجمعة القادم بمشيئة الله يكون اول انتصار للنادي الاهلي وتبقى بداية صعوده لدور الثماني الزمالك يكفي انك تقول الزمالك بعد هزيمة امبي ومازمبي بركان وغليان وسخونة داخل نادي الزمالك ان الجاز بيفسك عقده طرق حامد بيطالب مستحقاته اقالة ميتشو التعاقد مع كارتيرون كل ده فقى ديها جماعة فا 24 ساعة كل ده فا 24 ساعة في نادي كبير زي نادي الزمالك هل هذا يحدث هل هذا صحيح طبعا مع حضراتكم على الشاشة تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك باترس كارتيرون مدير فني كابتن سامي الشيشيني المدرب العام معك كابتن امير عبدالعزيز مدرب مساعد وده يبقى شقيق كابتن ايمان عبدالعزيز وانطونيو يستمر كمدرب احمال والكابتن عمر عبدالسلام مدرب لحراسة المرمى من نتائج كاس مصر النهاردة معنا المقصة يسعد لدور 16 والاخر بعد فوزه على فرقه 2-0 ووالي دجلب يكتسح بيلا 4-0 والجونة وFC مصر اتعادلوا ولكن نجح FC مصر في التأهل بدربات الجزاء الترجحية سيد البلد شرف كل البلد فرح كل البلد فرح الاسكندرانية مش بس في كورة الباسكت او كورة السلة لا في كورة القدم كمان تحاد السكندري بيهزم الاسماعيلي بسلسية عن جادرة واستحقاق وقابليها كان فايز على المحرق البحريني في البطولة العربية هناك في البحرين بهدف نظيف لخالة امر بعد ما فاز عليه هنا في اسكندرية 2-0 للحقيقة نادي الاتحاد بيقدم عروض هي الاقوى هي الاروع وصاحب الصورة اللي معنا دلوقتي هو الأستاذ محمد مسلحي اللي برنامج الكورة مع الشانطوري اختاروا شخصية العام الرياضية هذا الموسم الراجل ده جماعة كمة الأدب كمة الإخلاق كمة الاحترام كمة الرجولة الراجل ده هو فعلا صاحب السعادة صاحب البسمة على جماهير اسكندرية كلها الراجل ده اتهاجم وتم انتقاده بشكل فظيع في نهاية الموسم اللي فات وانا كنت شاهد على ما بيحصل ولكنه استمر في منصبه حارب صمم اخلص والنهاردة بيزرع نتيجة اخلاصه وصبره وحبه النادي الاتحاد والاسكندرية النهاردة النادي الاتحاد السكندري بيفوز على الجزيرة في مباراة رائعة وعايز اقول تحية كبيرة جدا لنادي الجزيرة النهاردة اللي قدم مباراة قوية جدا وحتى العشرين ثانية الأخيرة كانت النتيجة 78 78 ولكن خبرة ومهارة لعابة نادي الاتحاد حسمت اللقاء عشان النهاردة يفوز نادي الاتحاد بالبطولة الغالية ولسه طبعا بطولة الكبار معنا كمان دلوقتي مدخلة هادفية من المدرب العام نادي الاتحاد السكندري الكابتن الجميل المحترم الخلوق الكابتن محمد إبراهيم مساء الشلطان يا كابتن محمد حبيب يا كابتن حبيب يا كابتن محمد والله يمشرفيني اسكندريا والنادي الاتحاد بيعيش أحلى فتراته من سنوات مع الكابتن محمد إبراهيم وطبعا الكابتن القدير الكابتن طلعت يوسف ومجلس الإدارة المحترمة كلمنا عن فوزك عن الإسماعيلي عن جدارة واستحقاق وتأهلك على المحرق البحريني مش بس هنا في اسكندريا لا كمان نجحته وده من القليل ان الفرق المصرية انها بتكسب برا نادي الاتحاد بيعطي درس لكل الفرق المصرية ان الكورة بالإخلاص والعطاء يعني الحمد لله بدأتنا يا كابتن الحمد لله السنة دي مختلفة عن أي سنة أنا فيه استقرار إداري فيه استقرار مادي فيه استقرار فني ناس كلها بتشتغل على قلب رجل واحد زينا يقولوا لعيبة موجودة معنا مجموات لعيبة مخترمة مع مجموات لعيبة يعني بتأدي دورها على أكمل وجه فيعني الحمد لله الأمور ماشية في اتجاه سليم حتى الباسكت ماشي في اتجاه سليم بيحقق بطلتين بخلال فترة زمنية قليلة حقق بطولة عربية مثلها وحقق النهاردة بطولة المرتبط وإن شاء الله عنده بطلتين تانيين هيشترك فيهم فيعني الحمد لله الأمور ماشية فيه استقرار في كل حاجة المادي بخذة طبعا باستاذ محمد بن صلحي وأعتقد إن شاء الله في سنة دي يبقى موسم خير لنزيل الاتحاد كابتون محمد الجمهوري يمكن ما يعرفش إن حضرتك عندك بكرة ماتش مع الحرس إن شاء الله لو اللي نزيل الاتحاد فاز يبقى هو حتصدر الدوري يعني الحمد لله إحنا بماشيين كده بخطى كل ماتش بماتشون بكرة الحرس إن شاء الله مباراة الإسماعيلي كانت اللي فاتت أملي فيها نتيجة وأداء طيبين الماتش الحرس طبعا مباراة صعبة ومباراة مهمة جدا للنادي بنحاول نجتهد إن احنا نشتغل ونعمل النتيجة إيجابية إن شاء الله بكرة إن شاء الله ونعمل نحاق ثلاث نقاط مهمين وده التوفيق ربنا إن شاء الله تموحكو إيه كابتن محمد في بطاعة عربية إن شاء الله لا تموح كابتن والله احنا بالنسبة لنا زي ما كابتن طلعت قال لهم إن احنا الطموح ما ملوش حدود يعني انت طول ما انت عايش وبتشتغل وبتأدي وبتحاول ومعك ناس محترمة سواء العيبة أو جهاز أو إدارة أو جمهور بيشجع النادي هتوصل إن شاء الله لأبعد مدى من إن شاء الله يعني إن شاء الله بنحاول نوصل لأبعد مدى ما لوش طموح يعني الطموح مفتوح بالنسبة لنا في كل البطولتين أو الثلاث مطلقات كاس دوري بطولة عربية مليون مبروك كمان النهاردة الباسكت فرحونا فرحوا شعب اسكندرية كله بالفوز على الجزيرة ودوري المرتبط لكورتس اللي تحبت قولهم إيه طبعا مشرفيننا وكلنا كنا متابعينهم والحمد لله يعني دي بطولة غالية جدا كان بقالنا فترة طويلة جدا ما حقناهاش بتدي دافعة كويسة أوي للنادي وبتدي دافعة كويسة لفرقة الكورة إن هي تحق النتيجة طائبة وإن شاء الله يكون الاتنين ماشيين في خط متوازي مع بعض إن شاء الله يعني يبقى الكورة والباسكت محققين نتائج طائبة إن شاء الله السنة دي على مدار السنة كلها والدعم الجمهوري يبقى موجود معنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية بالكامل إن شاء الله سهرناك يا كابتن وبنشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق بكرا إن شاء الله والتربع بإذن الله على قمة الدوري وبنشكرك شكرا جزيلا هنطلع دلوقتي بقى إهداء للأستاذ محمد مسلحي زي ما احنا قلنا لحضراتكم إنه هو شخصية العام الرياضية باختيار برنامج الكورة مع الشانطوري هنقدم له فيديو من إهداء برنامج الكورة مع الشانطوري هنطلع نشوف الفيديو وبعدين نستقبل نجمينا الجميل الكابتن محمد جمال انتظرونا اشتركوا في القناة 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 فعلا اللعيبة متحملة المسؤولية بس هم كانوا عزين الزقة الزقة دي اتولدت من اول ما دخل فينا في قون التالي النهاردة وجماهير البلدية اللي هي كانت مع ازرانة النهاردة بتشجع بكل حماس هدت الروح تالي بس في اللعيبة الروح قلت اللعيبة تحملت المسؤولية جبنا قون زدنا في الهجوم وجبنا قون التالي ده لا يقلل من فرقة المالية فرقة المالية دي من احسن فرقة اللي لعبتها في الثلاث فرقة والله يا عشان تولي معهم مدير فن كويس وهي وهم اللعيبة كويزة بس للأسف مجلس ادارة هامل الفرقة دي واللعيبة دي لو تاخد فلوس وتتغدى كويس وتلاقي مثلا موتوبيس كويس تسافر بيه ونم قبل البطش كويس الفرقة دي هتبقى المصار لسك التوفيق طبعا لك مع البلدية وان شاء الله نبارك لك على الصعود في نهاية الموسم وانت خلاص تلاتة بنت دلوقتي ما بينكم من الاول انت جيت من تحت انت خلعت بشاء الله يعني من تحت خلاص تلاتة بنت دلقريبة الحمد لله طبعا احنا والمحلة حبايق يعني المحلة كيسب برضو النهاردة الرجوعات 2-0 اللي ربنا يكاتب له هو اللي هيكمل وايطار وهي دي الروح الحلوة يا كابتن ريدا اللي مطلوبة من كل المدربين في مصر وكل اللعيبة طبعا اكيد لان احنا قصدمت بلد واحدة وكلهم بيعشاؤوا حاجة ما كوري القاتل خشي في المفيد بقى كابتن ريدا طبعا رأيك في ايكالة ميتشو مع ام ضد لا او انا من البداية انا عارف ان هو الليل ولا ومصبره عليه اول دي حاجة تاني حاجة الناس دي بتيجي تضحك علينا يا شانتوري وتاخد فلوسنا وفينش حتى الكانتوري اللي جدا ده تشف النادي الاهل وما فيش مدرب في النادي الاهل اشتغل اي لما نجح الا ده مصبوح نروح يبقى احنا عشان ملطشين نروح نجيب الراجل ده واي مدرب اجدابي ويجي وخلاص يا شانتوري ده في حاجة تاني كابتن ريدا بعد اذنك ان ميستر كارترون اصلا رفض تدريب الزمالك في الاول يعني ما كان ماسك ودي دجلة وتعرض عليه الزمالك هو اصلا كان عايز يروح الاهلي فرفض عرض الزمالك وروح الاهلي فاكر انت الموضوع ده شانتوري بس كله جاكوا لعيشة مع الكلام وما فيش احسر مننا البلد الوحيدة اللي جاهك عليها ربولك يبقوا لهم مفتوطنا ويمشون صباح بلد اي بس فانا بقولك والله العظيم عصام مرعي وخالج جلال لو قادوا الفرصة ادى المدربين لنص كم دولة مليون مرة ما هي هي دي المشكلة وجمهور الزمالك برضو في مشكلة اكبر ان ما بيستحملش ان مدرب مصر يمسك ما حاولتو لو ساندتو زي ما ساندتو بروس السنة اللي باتت اللي دهك علينا في الاخر وخسرك دوره ومشي والسنة دي ميتش اللي عادي يقولك عنده الخبرة الافريقية والسبغة الافريقية واللي مش عارف الزئب الافريقي والزئب اللي مش عارف اللي ايه وطلع اوان طب اوان طب قول اللي دول بيقلوا ايش يعمل الاستاذ كابتن محمد جمال حيرد عليك وده كابتن محمد لا طبعا كابتن ريدا ده كبير المحلل في مصر واللي هو رأيه الخاص ونحترمه كلنا كابتن ريدا طبعا انت حضرك عارف اللي ميتشو في البداية اما جيه يعني كان موفق شوية في ماتش بيراميدس في الكاز فطبعا النتيجة هي عملت مشكلة كبيرة للجمهور ادتهم ثقة اللي هو مدرب جاي يعمل انجازات عالية جدا واحنا بصراحة كنا بنتفرج عليه في التمرينات وفي الماتشاط حتى الودية الراجل عادي جدا يعني انا شايف اللي هو ما كانش يعني مستوى نادي الزمالك فعلا مش فلتة يعني اه مش فلتة فعلا لك برضو حاجة يا كابتن محمد معلش بعد قطع كلامك اتفضل يا كابتن فماتش بيراميدس ازاي كان اللي هو كلمة السر كانت الجماهير يا محمد صح صح يا كابتن الجماهير هي اللي اتحرك الصخر هي اللي حقدت للعيبة الروح اللي اللي وهمدت فرقة بيراميدس اللي هتفتكر شاتمه علي جابره شاتمه مش عارف احمد الشنوه شاتمه عملوا ضغطة على لعيبة بيراميدس وده الثقة لعيبة الزمالك وبعدين زي ما بنقولك الغربال الجديد له شادة كله كان شادد عشان ده مدرب جديد والكلام ده لما لقوه جاي اكل عيش زي ما انت شاف اللعيبة دي حاجة تاني حاجة برضو عايزة يعني اللعيبة مثلا من اول كهرباء وانا لو مدير كرة وراجل فاهمي هيعد علي صغرة زي الصغرة اللي هي تعمل اتعاد كهرباء ولا النجاز اللي بقى الاربع شهور معروفة ان خلال ثلاث شهور ما اخدش قبضه هيمشي من حقه يفسخ العقل تماما صح والله غلط صح يا كابتن بقى المشاكل دي المشاكل دي كلها هتوقع بالزمالك كالبالك وفي لعيبة نمردة وفي لعيبة لازم توعد وفي لعيبة لازم تبطل وفي لعيبة لازم تمشي لازم يحصل اربالة ثانية كابتن رضا حضرتك عارف انت كنت كابتن النادي وعارف الزمالك ميبقفش على اي واحد مهما كان هو مين طبعا يا كابتن فموضوع النجاز او كهرباء الزمالك نادي كبير اللي حابب يقبع له شرف ويحمل او يلبس تشيرت النادي ويستمر معاهم النادي بيشيله فوق دماغه لو مفيش حد عاوز يكمل في النادي بيقول له مع السلامة وشكرا جدا نادي الزمالك نادي كبير ما بيقفش على حد فموضوع كهرباء ده يا كابتن هو اللي اختار ومن حقه اللي هو يختار يا محمد مش عايزين نتحق على بعض يا كابتن نشار مرتضى مبرح لو قلب الوش الخشب على اللعيبة دي دم برح بيتكلم ويهرج معهم وكلام كاينه مفيش حاجة حصل وما انت اتلاقي فلان قرب وفلان تسخ عقده وفلان وفلان لازم يدي الوش الخشب اللي حاجبه حاجبه مش حاجبه مع السلامة تمام يا كابتن ولازم دي واقفة من المستشار مرتضى تمام يا كابتن لازم يبقى فيه تصيح الفترة ولازم بص يا محمد يعني احنا كان عندنا دايما لما كان بيحصل حاجة زي كده لازم حد يتخطف عشان يبقى عبرة للداد دي طبعا يا كابتن طبعا سواء اللعيف سواء مدرب سواء عداري سواء مشرف اي حد وده اللي حصل مع النجاز مبارح يا كابتن حضرك لو فاكر هو الراجل قال لك انا عاوز ابسك عقدي وهمشي المستشار قال له براحتك اعمل لانت عاوزه لا بعد ايه ما واخده البتاعه هيرج يا يا كابتن يهرب ما يهربش ما انا قلت لحضرتك نادي الزمالك والنادي الاهلي ما بيقفوش على لعيب مهما كان المفروض يا محمد انما احنا طاري حامد مبارح برضو المستشار مرتضى بقول لك كان طاري حامد موجود ويستنزي موجود ومش عارك ايه بلعب الوش الخشب على الناس دي كابتن ريدا انا اقولك على حال انا محمد انت وشانتوري ورب الكعبة في لعيبة في الزمالك لو باتل البلدين ما هلعبها كابتن ريدا سريعا الناس فاض بيها في نال الزمالك الجمهور الزمالك او فاض بيه الحل ايه من وجهة نظرك وبعد كده برضو عايز اقول نقطة شانتوري فاض بحدي بقى قول لي ده طاري حامد لعيب راجل ولو راجل اصلا هو وجنش هم اللي يصربوا موضوع الفلوس دي لو هم اصلا بقيين على نادي الزمالك وكمائيره احنا مش متأكدين من المعلومة دي يا كابتن ريدا بقى يعني احنا ما سمعناش انه انا مش جنش تلع وقالك ان انا ما خدش يصحقاتي اوه جنش قال على نفسه اوه بالنسبة لنفسه يعني طب وطاري حامد ما هو نفس الكلام اللي الفتر الفاتي دي المشاكل دي ليه مطلوب حزم شوية كابتن ريدا فالموضوع طب اللي مش حاجبه يمشي اللي مش حاجبه يمشي بقى بقولك انا لو اللعبة دي وربنا يعني جات لنادي البلدية وربنا ما هلحبهم عني وربنا مش هلعب غير اتلين تلاتة عويله مصطفى فاتح وساد سادق يا كابتن ريدا ومعن كده بقى على التانين دولت هفكر بقى هذا كان اوه ولا لا سادق يا كابتن ريدا اخر سؤال رأيك في مستر فايلف لغاية دلوقتي ماشي بخطة ثابتة مدرب محترم عارف هو بيعمل ايه بيعمل التدوير اللي هو كنا بنأمله السنة اللي فاتت مع جروس لما كان ماشي اول ان هو بيدي للعبها كلها حتى لو انت اقلم من الاساسي حاجة بسيطة بس هو دايما بيحسس الراجل الاساسي ان انت مش على الحجر ان انت مش المدلل عندي عشان كده لعبت الايلي كلها بيتموت نفسيا ولو مش بيصدقني المطي الاخير بتاع اللجم الزاحلي شوف رمضان صرحي كم الزحلة ازاي وقبط ازاي وبيه حبيب يا كابتن ريدا بنشكرك شكرا جزيلا ودايما كده مشرفنا بمدخلاتك كابتن محمد بعد الكلام طبع عن الكابتن ريدا من المدرين الفنيين اللي نجحوا في مصر على فكرة على فكرة موضوع الاهلي وصل لنهائي بطولة افريقيا مع الاهلي وقسر مبارات الترجي هناك كان معاه كمان عشان نكونوا واضحين كان معاه فرقة مش المابودة دلوقتي كانش معاه فرقة اه مكانش شوف معاه فرقة كبيرة واضي دجلة قدم معاه ماتشات عالية جدا وكان ساعتها عاملت تيم كبير جدا انا شافت اختيار موفق جدا من مجلس ادارة نادي الزمالك وصرعة كمان التعاقد معاه كانت مفاجأة لنا جميعا لان الراجل ماتشو لحد مبارح كان لسه في النادي يقولوا ويجيبوا مدرب كبير زي مصر كارترور انا شاف اللي هو انجاز لنادي الزمالك كان ممكن يتعاقدوا معاه بعد اسبوع بعد عشرة يام الراجل لا انه راجل جي النهاردة وانا كنت في النادي النهاردة اللي مسك التمرين النهاردة كابتن سام الششيني وكابتن امير عبدالعزيز بعد التمرين مباشرة مستشار مستدى منصور اعضاء مجلس ادارة بالكامل نزلوا للعيبة في الملعب وقفوا معهم شوية وحسوهم على تعويض الخسارة الخسارتين من السابقين وقال لهم المستشار المرتضى كلمة واحدة بس صلحوا جمهور النادي مش عاوزكوا تصلحون انا انا كاب انا يعني اوقات كتيرة بأس عليكم اوقات كتير بشد عليكم بس فيه اوقات كتير لازم اططب ولازم يعني استحملكوا وانتوا ولادي الزغار وزغيرين وانا يعني اعاوزكوا ان شاء الله ماتش الشرقية والماتش بتاع يوم السابت ان شاء الله في طولة افريقيا مع اول اغسطس ان شاء الله تصرحوا جمهور النادي اللي انتوا زعلتوه وانا عن نفسي براحب بيكوا كلكوا وكلكوا ولاد الزغيرين الاب بساعد بيتأخر عن ولاده شوية في الفلوس بس لازم يستحمله بس انا بكلمك في حاجة بقى انا كنت وكيل لعبين وقبل ما اكون مدرب في النادي الزمالك انا اي واحد بيتعاقت في النادي الزمالك قبل ما بيدخل النادي بياخد 50% من كلمة عده وده اللي حصل للسنة دي مع ناس كي تراجدنا الناس التانية اللي هي بقالها سنة او سنتين يعني بياخدوا 25% و50% عالشهور و25% نسبة مشاركة فما انت ما تاخد 25% من كلمة عقدك في الاول ومشاء الله المبلغ هناك كبيرة جدا يعني ويجي تاخد شهرين ويتأخلك شهر او شهرين متهيق لي يعني يعني بيبنى اصابتك معدنك بالضبط كده انت لازم تستحمل النادي موفر لك كل حاجة وبعدين نتائج كمان مش مسعدك يعني انا بيحط نفسي كأنا اب في البيت وابني جاب لي مجموع وحش استحالة اللي انا هديله المصروف زي هو هو لازم اعمن عنه شوية وبعدين المبلغ اللي بتاخدها كبيرة يعني مش انت مش شهر بشهر يعني متاخد 25% من الاول من قيمة عقدك كامل والعقد المتوسط في النادي زمالك ما شاء الله اربع مليون يعني ما بتاخد مليون جنيه في بداية الموسم وبتاخد بمعادة 150 الف جنيه في الشهر بتاخد شهرين وديجي شهر النادي يعني فيه فيه ظروف خاصة خاصة كمان لو كل اللعيبة يعني مش انت بس بالضبط كده لا بيش مشكلة لكن لو انا بس مثلا ممكن يكون في مشكلة عايز اخد من كلامك عندي شؤال ايه اتفاضنا الزمالك يحتاج لمدير فني ولا قائد بمعنى اصح كوتش ولا كوتش برضو بس مش لازم يكون امكاناته الفنية عالية بس يكون عنده شخصية قوية يفصل فوق عن تحت يسيطر على اللعيبة ويبعدهم عن الادارة هل انت تفضل قائد بالمواصفات شخصية حزمة ولا مدير فني وخلاص لا انا انا شاف مدير فني المشكلة بعد الجروس جروس كان ماشي كويس اوه في بداية تعاقد السنة الاولى كان ماشي بشكل كويس جدا السنة اللي بعدها اللعيبة من كتر ما لعبه كتير كان بيسبت تشكيله وللأسف اللعيبة اجهدت فعشان كده الدوري راح من نادي الزمالك بسبب اللي هو كان بيعتمد على مجموعة صغيرة من اللعيبة ما جيه احتاج المجموعة التانية ما كانوش على قد المصر فانا شايف ميستر كروس برضو كان فيه دفوع كبير خصرنا الدور الممتاز السنة اللي فاته وكان اسهل دور الممتاز كنتم ممكن تاخده السنة اللي فاته ابتكلم على ميتشو برضو انا بقول لحضرتك احنا بنتفرج على التدريب بنتفرج على المتشاط راجل يعني عل من عادي فانا شايف مشكلة نادي الزمالك مدير فني كفء يقدر ييجي يوظف اللعيبة اللعيبة على فكرة اللعيبة كبيرة جدا اللعيبة في كل مركز متوفر اكتر من لعيب واثنين كلهم احسن من بعض هتيجي تختار دلوقتي خط الدفاع هتختار تلعب محمود عليك انا شايف لانه من المدربين اللي بيلعبوا كرة على الارض كويسة شخصية كويسة وبعدين يعني النجاح نادي الزمالك اللي هو اتعقد مع مستر دلوقتي اللي هو لازم يجيب حد يكون على دراية كافية في الدور الممتاز مش هجيب واحد من بعيد جدا احنا في نص الموسم دلوقتي فمن فعشة اجيب واحد يكون لسه ماخدش على الاجواء ولا عارف اصلا اللعيبة دي ايه لا مستر كاردرون عارف لعبة الزمالك كويس وعارف الدور المصري كويس لعب موسم كامل مع دجلة ومع الاهلي ووصل لنهاية افريقيا فالراجل خبرة كبيرة جدا هو ده اللي كان ناقص لنادي يعني اللعيبة شوية يعني انا كنت النهاردة مع شكبالة وقفت معها شوية قبل التمرين يعني شكبالة قائد كويس جدا ومحبوب جدا من كل اللعيبة انا مش يعني انا شايف لهو مش مؤثر خالص ولا هو ولا حزن امام اللي اتنين عاملين دور كويس جدا بس هي المشكلة فعلا في طريقة اللعب اللي انت ممكن تلعب قلة السكة واحد زي مصطفى محمد من احسن لعيبة في منتخب مصر الالومبي والمنتخب الاول معاه للأسف يعني مش قادر يلعب كويس مش قادر يعني بدليل يعني فيه تقصير فيه تقصير من موخص كلامك متش يتحمل المسؤولات طبعا يعني وانا وانا اقلته في الفترة دي وانا كنت نفسي قبل كده قبل كده يعني بعد قبل ما حصل لك السؤال التاني هناخد معنا مدخلة تقفية من الكابتن احمد الصباغ مليون مبروكة حبيبي كابتن احمد صباغ لها بنجر التحاد سكندري الكورت السلة والفائز النهاردة بطولة الدور المرتبط معنا كابتن محمد جمال نجم المقاولين والزمانك السابق مليون مبروكة كابتن بنبريك لك النهاردة على البطولة شرفتو مصر كلها يا مكت مباراة صعبة ابو حميد لكن انتو رجالة والحد يمكن اخر 14 ثانية والمباراة في الملعب لكن انتو اثبتوا ان انتو رجالة وقفتوا وقفت رجال مليون مبروك جماهير اسكندري يا كابتن احمد بتشكركم ان انتو فرحتوهم ولكن بتطالبكم بطولة الدوري للكبار وهو ده الهدف الاساسي للمجلس بتاع الكاتل السيد محمد مصرحي والجمهوري اسكندريا واعتقد لللاعبين طبعا اه طبعا طبعا يعني احنا عارفين الكلام ده وبس دايما اقول لحضرتك انها دي البداية الحمد لله فتحة خير علينا كده ان احنا ستركنا في البطولتين او الثلاثة بطولة مصر الدولية كتبناها وتشغالك ما بتطولت العرب اخدناها واخدناها اول بطولة محلية تدور مرتبط الحمد لله قادرنا ان احنا نفوز بيها فطبعا الحمد لله دي بداية موفقة جدا مع كابتن مالعي ومع كابتن محمد بن صالحي وانا ده يعني فهم بخده فرصة ان انا بشكل طبعا يعني الحيز الفني كله والمجلس الادارة كله برئاسة كابتن محمد بن صالحي والحمد لله ربنا يكرمنا بقى في اللي جاي يعني ويعني زيما بقول حضرتك ان ان شاء الله يعني احنا بنصالح كماهير اسكندريا وبنقول لهم وبقول لهم يعني ان يخليكم ورانا وان شاء الله هنفرحكم السنة دي كتير يا عرف حبيبي وبالتوفيق دايما وبشكرك شكرا جزيلا ومن يوم مبروك وتحياتنا للجهاز الفني واللعبين بالكامل كابتن محمد السؤال التاني اللي انا سألتك فيه احنا قلنا خلاص انت عايز كوتش مش عايز كائد انت عايز كوتش تمام السؤال التاني مدربين كتير لأ مش ده السؤال التاني الاهم بقى من وجهة نظرنا الشخصية ناس كتير او مدربين كبار كبار هون مسكوا الزمالك وما فيش فايدة مياخدش الدولة العفل نزا مين؟ من مكلش لسموهي الفنجادة طبعا انا ما اقولك انت برضو انت مش بتالب لوحنا في نادي الاهلي كبير ونادي الاهلي له شعبية كبيرة في مصر ولو اعلامه ولو جمهوره تنافس شريف ازا مالك اما بيركز والاعلام بعيد عنه شوية والناس مقفولة عليها اللعيبة بتعمل الموسم كويس جدا بدليل الموسم لوحنا 15 سنة انت اخذ الدوري سنة وحدة هتقولي في المنافس يعني اذا 15 سنة 14 سنة من نفس بياخد الدوري ده عيب ده ع Nyquilla حقيقز على قوت المنافس طب واحدة واحدة ولا عشان ضاعفوا في الايدي هقول لي حضرتك الدوري سنة اللي فاتت مين اني استحقوا الزمالك او لا الاهلي فاهم انتشل كلامك اولا ندا النادي الاهليه و Drama التحق الدوري الزمالك استحق طب من ايه؟ هقول له حضرتك się احنا اتكلمadel موحيدين مش عشان لعيب في النادي الزماني سنة اللي فاتت النادي الاهلي تأجله 11 مباراة على مزاج النادي الاهلي يعني ايه؟ انا دلوقتي النادي الاهلي كان ماشي بشكل في الدور الاول وحش جدا وكان لسه ما اتعقدش مع لعيبة كويسة جدا ما ينفعش كل مباراة ييجي يكون فيها مش موفق بعدها النفسية اللعيبة مش قادرة يتأجل لها الماتش ده وبعدين بطولة افريقيا يخسروا فيها يتأجل لهم كم ماتش ورا بعض عشان يلوموا نفسهم لحد ما انتقلات يناير تتعمل ويتأجله 11 مباراة وبعد ما يتأجله 11 مباراة يلعبها بالترتيب اللي هو عاوزه فده مشكور اقول لحضرتك ده مشكور ودي سنة من السنين اللي ممكن تحصل الاهلي نادي كبير جدا ويستحق بطولة الدوري وبقول من احسن الانداف العالم تمام بس انا مش بتكلم في كده الزمالك اوقات كتيرة جدا بالظلم الزمالك بينافس بشكل اللي بيقدر عليه مجلس الضارة من اول ما مسكوا بصراحة من سنة 2015 عملتهم كبير جدا قدروا يحصلوا على الدور الممتاز وكاس مصر مع بعض ودي كانت فرحة كبيرة جدا لزمالكوية اللي انا واحد منهم وتشرف اللي انا واحد منهم على فكرة جمهور الزمالك معظمنا يعني احنا مش بنشجع الزمالك عشان بطولة والله يصدقني مش شعرات والله لا عيش من الطفولة لا والله بجد عيش لا بقول لحضراتك حاجة انت ممكن تخسر مبارتين مع بعض اقول لحضراتك احنا خسرنا امبي وخسرنا مازمبي صدقني يعني يعني مطش الشرقية في كاس مصر صدقني بقرة الناس كتيرة جدا هتتمنى انها تتفرج وحتيب عوزة تتفرج ومستنيها الزمالك عشان تكسب الزمالك اصلا بيخسر وجمهوره بيزيد وانا بقول لحضراتك احنا للوقت الموضوع مش موضوع بطولات والله ولا حاجة احنا بنعشق النادي بنعشق حاجة بنعشق الفانيلا دي فانا بقول لك موضوع الزمالك 15 سنة والاهلي الاهلي نادي كبير وكل حاجة بس الزمالك بيعمل اقصم عنده عشان ينافس امكانيات كانت العشر سنين اللي قبل المجلس الادارة دي امكانيات كانت زيره خالص النادي الاهلي كان تخيل انت حضرتك واحد معا مليون جنيه واحد معا عشر تلات جنيه مع احترامي مش هيقدر نفسه المنافسة اتعملت من سنة 2015 الطبيعة اللي انا عارفه دلوقتي خمس سنين لو احنا كنا خدنا الدور السنة اللي فاتت وده نستحقه النتيجة ما تقبى ثلاثة على اثنين انا شافها نتيجة متقربة جدا شفت ازاي مبارح زيارة الاستاذ خلف حطور اللي هو المداردين الاماراتي لنادي الزمالك شفت ازاي شايفها اللي هو واحد من المحبيين نادي الزمالك واحد هو اللي تكلم مجلس الادارة وقال لهم انا زمالكي وصميم وانا نازل اجازة في مصر وتمنى انا سامع على نادي الزمالك اللي هو بقى صرحي كبير وتمنى لنا يعني اجي ازور النادي طبعا المستشار المتدى منصوره مجلس الادارة رحبه بجدا والراجل جيه انبهرت فعلا بالانشاءات الجديدة اللي المجلس الادارة عملها بالملاعب باعضاء النادي بكل حاجة قال لك صرحي كبير جدا نفتخر به في مصر هنا وهو وعد ان شاء الله الفترة الجاية هيبقى فيه تعاون ما بين يعني ما بينه وما بين المجلس الادارة وان شاء الله باذن الله يقدر باذن الله يبقى فيه محبيت نادة الزمالك بدون اي تدخلات خالص بدعم مادي او معنوي كواحد محب اللي كان نادة الزمالك معانا مداخلة تليفونية من استاذ محمد عدل عكاشة عضو الجماعة العمامة من الزمالك حزيني مساعد شانترا استاذ محمد مساعد شانترا كابتن حريب الله خليك ازاي كابتن محمد وحشني يا كابتن والله يا عبارك ايه بان كتير ما تقابلناش بقى لي اسبوعين كده ما لعبناش مع بعض بفاكرة كابتن محمد عدل عكاشة من المؤسسين لجروب نادة الزمالك عندنا هناك نلعب دايما خماسي كل يوم ثلاثة وهو من حارس مرمى كبير جدا ومحامي وحاجة ما شاء الله عليه عضو محبوب جدا من فوس الجروب كله سيد محمد رأيك في تعاقد الزمالك مع ميستر كارتيرون والله خطرة كويسة طبعا وان شاء الله تبقى احنا كده ماشيين في الطريق الصحيح ان شاء الله واحنا اصلا الزمالك فريق يعني احنا مش بنشجع الزمالك عشان يكسب احنا بنشجع الزمالك عشان يكسب نشجع نهو بي في ناس تانية بتشجع الزمالك عشان بتكسب من اول بكرة من اول بكرة ان شاء الله هتبدل بقى هتشوف الزمالك الحقيقي والرجالة والمعدن الطبيعي المعدن الحقيقي بتاع اللعبة حيطلع وجلسة المستشار النهاردة ان شاء الله هتكون يعني قدت بالخير وان شاء الله هتلاقي المطشي حلو بإذن الله ان شاء الله ودايما مشرفنا كده من دخلاتك ومشتنشكرك أساس محمد عايز تقول له حاجة اه يعني هو كان هو كان له طلب عندي قبل كده كان كلمني اعاوز ممكن يقوله على الهوى اللي هو المستشار المرتضى منصور هو بالاخص اللي هو كان محامي فهو كان له طلب كده ممكن هو يتكلم فيه دلوقتي احسن مني اتفاضل يا كابتن محمد الله يخليكم الله يا كابتن هو احنا بنشره في نادي الزمالك المرئيس المستشار المرتضى منصور ده قام من قناة القناة ونائب رئيس النادي سيد المستشار أحمد جلالي براهيو ده برضك من أحد المستشارين الأجنان وازاي باب عندنا رئيس النادي المستشار ونائب رئيس النادي المستشار وإحنا كمزة كمحاميين في أعضاء نادي الزمالك باباش عندنا ندوات ومحاضرات بتعلي من مستوى المحاميين اللي في النادي اللي هم أعضاء النادي وبتثقف الناس حتى بمعرفة القانونين عرفة التوعية القانونية دي هتبقى سبقى في أول نادي في الوطن العربي كردو بيهتم أعضاؤه اهتمام قانوني بمعنى أن يتعمل لنا محاضرات ويبتدي مثلا يتعمل زي معارض الكتب قانونية فلاشات قانونية يعني سبت المستشار إن شاء الله إن شاء الله يعني هيحط يعني إيه إحنا نقدمه طلب إن شاء الله بندم يا سيد محمد بندم صوتنا لصوتك وإن شاء الله نتبنى هذا الموضوع وصوتنا يوصل للمستشار مرتضى ويكون أول نادي في الوطن العربي بيتبنى هذا الموضوع وبنشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد خلصنا من الزمالك خش بقى على النادي الأهلي وفرص الأهلي في البطولة أفريقيا وشفت في مبارات النجم السحالي شفتوا إزاي لا طبعا النادي الأهلي له باع كبير وعريق في بطولة أفريقيا خسارة كانت مش مستحقة الطرد أنا متأكد لو الطرد قيمل أشرف ما حصلش كان الأهلي يدر يتعدل أو حتى يكسب الحكم كان جاي علينا شوية هناك الحكام الأفريقى مشكلتهم كبيرة جدا يعني اللقطة بتاعت الطرد يعني هي كانت ممكن من وجهة نظرك إيه يعني هو لو ماسك والكرة راح ناحية الجون قانونا يطلع برا يعني كارت أحمر بس هي المشكلة في التوقيت كان لسه بدر جدا لا أنت كمحمد جمال شايفها طرد ولا مش طرد مش شعب التوقيت يعني الكاميرا هنا مش موضحة أوي هو ماسك طرد مش إنزار يعني الكرة مش في حياته هي بقى الكرة هي دي الكرة قدامه ولا الكرة لسه جياله ولا الكرة في ظاهره هو أول ما وقع نزل عليه كورو يعني هو أول ما وقع ومشاهده هو وقع كورو نزل عليه لا هو برضو أنا شايف اللي أيمن أرشف يعني يعني تصنع شوية أه لأنه يعني لعب كبير ولعب منتخب فالطبيعة اللي هو كان يهدى عليه شوية يعني صعب الموضوع قوي على النادي الأهلي والهزيمة بصراحة في بداية يعني بطولة المجموعات بيتبقى صعبة شوية على النادي الأهلي لأننا عارف جمهور النادي الأهلي ما بيقبلش يعني إحنا متفاهمين يعني إحنا كلنا لا مش متقبلين إحنا كنا قبل المباراة عارفين مستوى الفرق ومستوى المدير الفني مدير الفني إحنا كلنا كنا حطين إيدين على قلبنا اللي يحصل كرسة زي ما حصل للأهلي السن فاتت ماتش سندون فكلنا كنا متوقعين اللي ممكن يحصل فما الشوت الأول انتهى صفر صفر وكان الأداء ده إحنا كلنا يعني كنا طمعنين شوية للنتيجة ممكن تفضل كده لإما ممكن نكسب الأهلي فرصوا في الصعود قائمة طبعا الأهلي والزمالك ماتش الهلال السوداني الأهلي يمج جمعة شايفه إزاي لا يكسب إن شاء الله الهلال السوداني فرق كبيرة وكويسة وكسبه أول مباراة بس الأهلي لا غير الأهلي يعني في علماء على ملعبهم ما بيحب يكسب يعني روح اللعيبة وجمهور والإدارة وكل الناس بسراحة بكلهم بيقفوا وقفة كويسة جدا أنا مش ألقان على الأهلي خالص وإن شاء الله أنا مش ألقان برضو على الزمالك عشان أديله حقه والسنة اللي فاتت في الكونفادرالية الزمالك أول مبارايتين كنا خسرناهم وكل الناس قالوا خلاص إحنا هنطلع ونودع وطلعنا الحمد لله أول مجموعة وقدرنا نوصل للنهاية وخدنا الكاس فأنا بقى يعني مش ألقان على الزمالك والأهلي إن شاء الله جابت المحمد أنت ميسي ولا أورنالدو لا ميسي طبعا في حد في الدنيا في حد بيعرف يلعب كرة في الدنيا بالبنام دور الكرة الزهبية للمرساتها في خريقه ما أنا أقول لحضرك حاجة وفي حد في الدنيا ويعرف يلعب كرة أو يفهم كرة وما يحبش حاجة اسمها ميسي ميسي ده اختراع لا لا مع احترامي لأي حد مهما كان ميسي ده أسطورة كل زمان مع احترامي أنا شفت من أول بليه مردونة كل الناس زدان طبعا لا ده غير ده الوحيد اللي قعد 12 سنة متواصلة مستوى سابق وبعدين بيعمل حاجة في الكرة احنا يعني كلنا بنقبأ شايفين حاجة وهو شايف حاجة تانية خالص كمهارة كتكتك كأسست كأجوال بيمتعني أنا بصراحة يعني هو في البيت عارفيني المدام والأولاد أول ما يبقى فيه مطش البرشلونة مع احترامي لأي حد فيهم يعني بدخل قطي بقى سامو معتي هو ساعات لوجي بنتي الزغيرة لوجي يعني بتحبيني جدا وتحب فأنا بقولك لأ 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 حاجة تانية خالص وانت متعتنا زي ما ميسي بيمتعك وانت وقتنا خلص بسرعة وطبعا انت الوقتي بيعدي معك ما بنحسش به شكرك شكرا جزيلا شرفتنا نواطرة ومساق الشانطرة عليك مثلا شكرك شكرا جزيلا حلقاتنا خلصت وفقراتنا خلصت بنشكر نجمنا وبنشكر حضراتكم لازم ومهم وضروري استنوا الحلقة الجاية من الكرة مع الشانطوري السلام عليكم ورحمة الله